قنديل تفاؤل يضيء جلسة الاستجوابات المراثونية لمجلس الأمة والتي تشمل استجواب رئيس الحكومة ووزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فعلى الرغم من موجة الاستجوابات وما قد تشكله من مخاوف للتصعيد بين السلطتين إلا أن هناك رسائل تطمين نيابية بأن إشهار سيف المساءلة الذي يطال رئيس مجلس الوزراء وعددا من أعضاء حكومته لن يتعارض مع ما هو متاح ضمن الأطر الدستورية حيث أن تفعيل الأدوات الرقابية مورس بشكل مسؤول في الاستجوابات الماضية لا سيما أنها لم تعطي الأعمال المجلس أو تعكر صفو العلاقة بين السلطتين لتؤكد على التناقم بين ممارسة دور الرقابي والتشريعي وأنهما متلازمان كل الفريقين أعلن جهوزيته للمواجهة الرقابية في قاعة عبدالله السالم فيما ينتظر النواب سماع مرافعة المستجوبين وردود رئيس الحكومة ووزرائه حتى يتسنى لهم تكوين قناعة وتحديد الاتجاه المؤيد أو المخالف للاستجوابات لتربزون المجلس طارق السهو